أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أنه يجب أن تنتقل السيطرة على غزة إلى الفلسطينيين ويتعين العمل على ذلك وفق جدول زمني وخلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لإسرائيل أوضح سوليفان أن واشنطن ملتزمة بجهود تحقيق الأمن والسلام في المنطقة لافتا إلى أن بلاده تعمل مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة نحن أيضا نستمر في الدعم مع مصر ومع المتحدة في إيجاد السبل لإدخال المساعدات وأيضا التأكد من عدم توسع وقت الصراع في المنطقة وأيضا نحن نؤكد التزام الرئيس بايدن للعمل على الجهود الدبلوماسية